توجد سبتة في شمال المغرب على الجانب الإفريقي من مضيق جبل طارق هذه المستعمرة الإسبانية تمتد على 17 كم مربع يوجد هنا حي برانسيبي الحي الإسباني الأكثر خطورة والذي تحول في الآوينة الأخيرة إلى أهم معقل لاستقطاب الجهاديين في أوروبا لا تصورني لو سمحت سائقنا يرفض أن يتم تصويره تجار المخدرات يرتعون في المكان ويمكن أن نعترضهم في أي مفترق وصاروا رفاق الراغبين في الرحيل للجهاد الذين منفكوا يتزايدون إنه حي حساس أنزل الكاميرا أنزلها آخر من تم إيقافهم كانوا يقيمون هنا في يناير كانون الثاني الماضي وفي أحد شوارع حي برانسيبي تدخلت الشرطة فجرا وأوقفت أربعة رجال متهمين بالتحضير لهجمة على الأراضي الإسبانية وفيما يبدو هؤلاء المتهمون قد يكونوا كتبوا على الجدران عبارة شارلي ليس شيئا يذكر الدولة الإسلامية إلى الأمام كل اثنين منهما شقيقان كلهم متشددون ومتدربون تدريبا عسكريا ومستعدون ذهنيا لقد كانوا على وشك القيام باعتداء من بينهم هذا الشاب الإسباني من أصل مغربي المندمج تمام الاندماج كان يعمل في مقهى في وسط مدينة سبتة زبائن المقهى تحت وقع الصدمة كان فتى هاجئا وخدوما أقول في نفسي دائما لقد تعاملته مع مشروع مجرم أو تناولته طعاما بجانبه بالنسبة لصاحبة المقهى المفاجأة كبيرة فهو يعمل معها منذ ثلاث سنوات ولم تلاحظ أي تشدد في سلوكه كان يعمل بمثابرة كان يقدم للزبائن سندويشات بشرائح لحم الخنزير دون استعمال قفازات وكذلك شأن الكحول كيف أمكن لشاب كهذا أن يقع في التطرف الديني؟ هذا الصحفي المحلي تقص الإجابة هنا نراه مع أصدقائه بصدد أكل كعكة لقد ترك الأجواء الاحتفالية إلى الأجواء الجهادية قد يكون استقطبه وسيط في أحد المساجد كما أنه من الممكن أن يكون للأنترنت دور في ذلك باتت شبكة الأنترنت تحمل الشباب على التطرف الديني لكن بالنسبة لهذا الصحفي يبقى القرب من المغرب السبب الرئيسي لموجة التشدد في المدينة المغربية المجاورة هناك شبكات جهاديين يعبرون الحدود ويستقطبون أبناء حي برانسيبي بعضهم استقر فيه لقد شهدنا ذلك بان العمليات الأخيرة المضادة للإرهابيين ككل سكان سبته كان محمد يزور المغرب بانتظام في المركز الحدودي آلاف الأشخاص يعبرون يوميا توجد وثيقة تسمح بالتنقل بين المدن الحدودية لكن بسبب تنامي الهجمات الإرهابية أصبحت رقابة الشرطة أكثر حزما ما يزعج المواطنين الشرطة لا تسمح لنا بالمرور لقد قالوا إن أحدا لن يمر تطارد الشرطة مستقطبي الجهاديين المغاربة القادمين إلى سبته والذين يقومون باستدراج شباب المدينة في مساجدها العديد من الناس يأتون إلى هنا للصلاة فقط لا يمكن أن نعرف نواياهم المبيتة أغلب الجهاديين الذين تناولتهم الصحافة تم استقطابهم عن طريق الانترنت هل مر هؤلاء الجهاديون الأربع المشتبه بهم بهذه المساجد؟ السلطات تؤكد أن أماكن العبادة هذه تحت حراسة مشددة ودائمة في هذه السجلات رئيس الطائفة المسلمة يجمع كل المعلومات لكل مسجد أرشيفو نحتفظ بجميع الوثائق التي تعود إلى الإجراءات وطلبات المساعدات وعمل الآئمة وفيما يخص جامع برانسيبي لدينا وثائق كثيرة يحظى هذا الحي باهتمام خاص هنا في حي برانسيبي هناك أربعة عشر مسجدا إذا لم نقم بالرقابة اللازمة بفضل موظفين والآئمة قد يسقط الحي برمته في أياد خبيثة ويتحول إلى أفغانستان في حي برانسيبي أوقفت الشرطة في طور سنة واحدة خمسة عشر إرهابياً مشتبه بهم من بينهم محمد البطالة والفقر والفشل الدراسي وراء تنامي الرغبة في الجهاد سوف نتعلم استعمال الأدوات التي تسهل عليكم إيجاد وظيفة يحاول القائمون على المركز الاجتماعي الوحيد في الحي والذي تمويله البلدية الحد من الظاهرة بالعمل على التأهيل لمقاومة كل أنواع تترفي يجب أن نعطي للشباب الوسائل الذهنية التي تسمح لهم بأن يقولوا لا وسعي لخلق مستقبل أفضل رغم هذه المجهودات التحق ستة عشر شاباً من سبته بتنظيم الدولة الإسلامية وأغلبهم أبناء هذا الحي أبنائي لا يخرجون للشارع ولا يختلطون بالآخرين فنحن نخشى عليهم يعدوننا بالحصول على المال وعلى أشياء أخرى لكن الواقع مغير تماماً إما أن تزجن أو تقتل تعتبر السلطات الإسبانية أن مقاومة التيار الإسلامي الجهادي في مستعمرتين سبتة ومليليا أمراً أساسياً في خطتها لمقاومة الإرهاب التي أقرتها مؤخراً ففي العام الماضي كشفت الشرطة عن خمس خلايا جهادية في المدينتين